اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الالكترونية التي تعرضت له لافتة الى انه يعمل الآن مع الاتصالات الحكومية البريطانية لمواجهة نجوم اخر وكان هاتشانس قد اوقف انتشار الفيروس الالكتروني الشارس عن طريق الصدفة من خلال شرائه نطاقا لموقع انترنت لا يتجاوز سعره الثمانية جنيهات استيرليونية واعادة توجهه لموقع اخر واحدر الشاب من تكرار مثل تلك الهجمات لانه يعتقد ان الهجوم استهدف على وجه التحديد مؤسسات حساسة مثل ايقاف انظمة المستشفيات وهو شيء خطير يمثل تهديدا حقيقيا على صحة الناس يعرف هاتشانس باسم مستعار على تويتر وهو يعيش في منزله في جنوب انجلترا مع امه وابيه والحقيقة الصادمة هي ان ذلك المراهق ليس طالبا جامعيا وانما يمارس هوايته حب الكمبيوتر والانترنت ويتقاد المال مقابلها واشرت الصحيفة في الوقت ذاته الى ان هاتشاز مدمن ركوب على مواج وضحة انه عمل على التصدي للفيروس في غرفة مع صدقائه بينما كانوا يتناولون البيتزا ويحتسون المشروبات بعض الناس صحيح تقلال صحيح تقلال يرجع